قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كالس أن إيران معرض أكثر من أي وقت مضى لأضرار ببرنامجها النبوي مشيراً لأن هناك إمكانية لإحباط التهديد وإزالته يأتي ذلك بينما لفتت صحيفة جيروسيلين بوست إلى مخاوف لدى مسؤولين عسكريين إسرائيليين من أن تستغل إيران الفترة التي تسبق تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وتشن هجوماً على إسرائيل هل تستبق إيران تسلم ترامب مهام الرئاسة وتهاجم إسرائيل؟ مسؤولون عسكريون إسرائيليون يتخوفون من هذا السيناريو ويبدو أن الولايات المتحدة تشاركهم تلك المخاوف أمر عكسته رسالة تحذيرية حملها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعراجي نيابة عن واشنطن إلى قائد فيلق القدس الإيرانية إسماعيل قآني خلال لقاء ثنائية الرسالة مفادها أن أي رد مرتقب على إسرائيل سيكون له عواقب وخيمة وسيدخل المنطقة في صراع مفتوحة وبحسب صحيفة جورازلينبوست فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتخوف من استغلال طهران تلك الفترة التي تسبق عودة ترامب لشن هجومها المرتقب وعليها تكثف أجهزة الاستخبارات تبادل المعلومات لتقييم الوضع مع الجيش الأمريكي تأهبا لأي تطور خطير التوجس بشأن إقدام إيران على خطوة كهذه له دلالات عدة فقائد الحرس الثوري الإيراني تعهد غداة فوز ترامب بالرئاسة بالرد على إسرائيل وبعدها خرج الرئيس الإيراني بتصريحات مفادها أن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تغير شيئا بالنسبة لطهران لكن إذا اختارت إيران مسار التصعيد فستواجه تابعات قاسية وربما لا تكتفي إسرائيل بتوجيه ضربات لمواقع عسكرية في إيران كما فعلت سابقا بل توسع هجمتها لتشمل منشآتها النووية وهو ما لمح إليه وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إيران معرضة أكثر من أي وقت مضى لأضرار ببرنامجها النووي وهناك إمكانية لإحباط التهديد وإزالته نبرة إسرائيل المتشددة تنبع من وصول حليفها ترامب إلى السدة الرئاسة حيث يؤكد نتنياهو أن أراءه تتفق مع سيد البيت الأبيض الجديد بشأن إيران وصابقا أكد ترامب أنه لو كان لديه بضعة أشهر إضافية خلال ولايته الأولى لكان غلظ العقوبات على طهران فهل يعتمد ترامب في هذه الولاية على سياسات العقوبات أيضا أم يضع متحركات إسرائيل العسكرية لردع إيران ينضم لنا الآن من واشنطن وديبلوماسية السابقة بول جونزيك سيد بول أهلا بك معنا إيران تتوعد بالردع على الهجوم الإسرائيلية عليها مخاوف من إقدام إيران على هذه الخطوة قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد شوب مهامه بشكل رسمي في يناير ويبدو بأن واشنطن إلى حد كبير تتشارك وتشارك إسرائيل هذه المخاف ولكن التساؤل اليوم سيد بول هل تستطيع واشنطن منع إيران من الإقدام على هذه الخطوة؟ صباح الخير وشكرا جزيلا لاستضافتي هذا شرف لي وأن أنضم عليكم متحدثا في هذا اللقاء بالنسبة لإيران فإن إيران ربما تسعى إلى هذا الرد وأظن أن هذه النقطة أن كثيرين من الناس في واشنطن العاصمة يظنون أن هذه الفترة الانتقالية بين ولايتين رئاسيتين هي فترة حارجة وكل رئيس لديه فريق يسعى لتجهيز انتقاله من المكتب البيضاوي أو إلى المكتب البيضاوي لكل الرئيسين وبالتالي فإن هذا قد يجعل القضايا التي يتحدث بها كل من الرئيسين قضايا مختلفة لأن كل رئيس له منهج مختلف في إدارة الأمور الرئاسية وبالتالي فإني أرى الرئاسة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي ربما يسعى إلى استغلال شيء من هذه الفترة الانتقالية بين الرئاستين بشكل آخر على خلال ما رأيناه في خلال السنوات الماضية طيب سيد بول أنت تتحدث عن الجانب الإسرائيلي ولكن ليس هذا السيناريو ربما أيضا ينطبق على الجانب الإيراني يعني اليوم عندما إيران تلوح بورقة الرد على الهجوم الإسرائيلي عليها ألا تعتقد بأنها تحاول أيضا بشكل أو بآخر للحصول على ربما بعض المكاسب ربما التواصل لنوع من الاتفاق قبل أن يصل الرئيس المنتخب دونت شون بلا سودة الحكم في يناير بشكل رسمي هذا الأمر هو احتمال راجح جدا لأن إدارة بايدن منفتحة على محاولة من المناقشات مع إيران وغيرها من الأطراف ربما مع قطر لتسير نوع من هذا الحوار ولكن تبقى الحقيقة أن السيد ترامب نفسه قد تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو ورئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو قال أن السيد نيتنياهو تحدث إلى السيد ترامب ورأي الموضوع الإيراني أو القضية الإيرانية بنفس الرأي ونظر إليها بنفس العين ولهم نفس وجهة النظر بهذا الشأن وبالتالي فإنهما قد يسعيان إلى ضرب إيران أو شن ضربه على إيران أولا ولكن هذا الأمر لم يتضح الموقف منه حتى الآن بشكل حاسم يعني تعتقد سيد بول بأننا ربما قد نشهد ضربة استباقية من قبل إسرائيل على إيران يعني قبل يناير لأنه هذا أيضا ربما يجب أن نحاول أن نجاب على هذا التساؤل لأنه هذا سيطح تساول آخر ما هو ربما نوع السياسة التي قد يتبعها الرئيس دوناد ترامب المنتخب بعد يناير توجه إيران لأنه سياساته من قبل كانت ربما تتمحر حول فرد العقوبات والمزيد من العقوبات على إيران هل سيستكمل هذا النهج؟ أظن أنه سوف يسعى ويواصل هذا المنهج لأن كنت أتابع حملة دونالد ترامب وكنت أتابع إدارته السابقة ولكن ربما تكون لدينا بعض من الترجيح على أنه قد يسعى إلى اتباع طريقة الحد الأقصى من الضغط لإحراز بعض النتائج وبالتالي فإننا ننظر إلى ما سوف تتمخض عنه إدارته وكذلك ما نرى أنه قد اختار منذوبا للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة وله موقف متشدد من إيران ومسؤولين آخرين أخر اختارهم دونالد ترامب بشأن لهم مواقف متشددة من إيران وهذا مؤشر يدل على ما يتجه إليه المستقبل بينهما ولكن موقف متشدد إلى أين يمكن أن يصل هنا سيد بول هذا التساول يجب أن يطرح لأن هناك مخاوف ربما من أن أي رد من أي طرف يمكن أن يأخذ المنطقة لحرب موسعة قد تكون الولايات المتحدة طرف من هذه الحرب وحتى هناك من يرى بأن إسرائيل ربما تحاول جرر الولايات المتحدة لهذه الحرب مع إيران هل لهذا السيناريو وارد؟ هل يمكن أن تنجر الولايات المتحدة لسيناريو كهذا؟ هذا سؤال مهم جدا في غية الأهمية لأن القوات المسلحة التي يحتاج إليها لشن هجمات ضد إيران هي الآن موجودة في المنطقة وهذا الأمر موجود لشن هذه القوات موجودة لشن الهجمات التي قد يحتاج إليها ولكن يبقى السؤال هل من الضروري أن تتوسع هذه الحرب هو أن نصل إلى توسع غير مرغوب فيه في هذه الحروب وأم أن السيد ترامب ربما يختلف في طريقته وفي منهجه وربما يميل إلى التركيز على منهج يعتمد على عدد من الخيارات المفتوحة إذن هذه الأمور ربما ننتظر إليها إلى أن يصل إلى منصبه في البيت الأبيض شكرا لك سيد بول جونزيك الدبلوماسية السابقة كنت معنا من واشنطن شكرا لك شكرا لك